ترجمة نانسي قنقر وكذا سعدت الوزير أن شركة بابكو انرجيس بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تسعى نحو تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في التقنيات المتجددة وتطوير الشركات الدولية التي تعزز الابتكار والاستدامة في هذا المجال الحيوي والمهم جاء ذلك في الفعالية التي نظمتها مهندسي البترول بفرعي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تحت عنوان الطاقة والاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أكد الوزير أن مملكة البحرين تسير بخطا ثابتة نحو تنفيذ مبادرات بيئية مبتكرة من بينها تقنيات إزالة الكربون وتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كما أكد ضرورة بناء كوادر قيادية قادرة على استحداث حلول مبتكرة وفعالة لتحقيق التحول المنشود نحو الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مشيرا إلى أهمية دعم الدراسات والبحوث المتخصصة لتعزيز استغلال الطاقات المتجددة وتحقيق الأهداف البيئية المنشودة اشتركوا في القناة